بين نفي وتأكيد من قبل أطراف عدة بشأن تأجيل اجتماع أعضاء الاتلاف الوطني في اسطنبول لانتخاب رئيس للحكومة المؤقتة من أجل إدارة شؤون المناطق السورية المحررة يصر أعضاء الاتلاف على تحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاجتماع بعد تأجيله أكثر من مرة مصادر ولي أوريانت نيوز ذكرت بأن هناك أنباء عن تأجيل الاجتماع إلى العشرين من الشهر الجاري التأجيل تكرر أكثر من مرة لأسباب عدة منها اختلاف أعضاء الاتلاف أنفسهم حول ترشيح عدد من الأشخاص لمنصب رئاسة الحكومة بسبب ارتباطهم السابق بالنظام أسباب خارجية كانت هي الأخرى سبباً للتأجيل حيث ارتأت أمريكا أن يؤجل انتخاب رئيس الحكومة إلى ما بعد مبادرة رئيس الاتلاف أحمد معاذ الخطيب ولكن المبادرة لم تنطلق بسبب تعنت النظام ورفضه مغادرة الحكم مجلس وزراء الخارجية العرب كان أكثر وضوحاً حين اشترط لشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية اشترط تشكيل هيئة تنفيذية تقود مرحلة ما بعد النظام وتدير المناطق المحررة رئيس المكتب المالي والاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسام القاضي ووزير زراعة السابق أسعد مصطفى هما أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة ولكن عضاء المجلس الوطني اعتبروا أنه ليس ضرورياً انتخاب رئيس للحكومة في الاجتماع المقبل ويمكن أن يقتصر الانتخاب على الوزراء فقط اشتركوا في القناة